تسلمت السفارة المصرية في لاهاي من السلطات الهولندية المعنية ثلاثة قطع أثرية مصرية قديمة حيث عقدت مراسم التسليم في مقر السفارة في حدور مسؤولي وزارتي الخارجية والعلوم والثقافة الهولنديتين وتتمثل الآثار المستردة في تمثال ينتمي إلى عصر الدولة الحديثة وأجزاء من تابوت خشبي ورأس ممياء وأكدت السفارة المصرية في لاهاي أهمية التعاون لحماية الممتلكات الثقافية ومكافحة التهريب والإدقار بالآثار بوصفها تراثا هاما ومشتركا للبشرية